نعم زي ما شفت في عنوان الفيديو تخيل تفتح تلفونك تلاقي الهكر داخل على حسابك مغير صورتك وحادف كل شيء نعم هذا اللي صار معي بحسب تقريب مايكروسوفت أنظمتها بتواجه أكثر من 600 مليون هجمة يوميا حول العالم بنختراق حسابي في يوم 14-9 والهكر رافع إثبات هوي مزيف على الانتون كنت رح أخسر السنين من عملي وخبرة المهنية على الانتون خليك بالفيديو عشان أحكي لك إيش صار معي وكيف رجعت حسابي ضرورة تشوف الفيديو كامل لأنه رح أعطيك دليل إنقاذ كامل لو لا سمح الله صار معك نفس الإشي موضوع خطير ركز معي للنهاية وخلي الفيديو محفوظ عندك كما أرجع يوم الأحد 14-9 كنت بتصفح الانترنت من اللاكتوب الحصغي وبالغلط ضغطت على الإعلان في مطة نزل ملف مشبوه على جهازي وهون بللشت المشكلة قبل ما أحكي لك أنا شو عملت خلينا أوضح لك بشكل سريع نوعين رئيسيين من أخطر عنواع الهجمات اللي ممكن تصيب جهازك هجمات الفيديو الهدف منها حرمانك من ملفات ومطالبتك بدفع مقابل مثل الرانسمور هذا أخطر نوع بشفر بياناتك ومطلوب تدفع فيديو حتى لو دفعت ما في ضمانيك في التشفير الحل اصل الإنترنت فورا بطف الجهاز مباشرة وما تشغلوه بدا وصل الهارد ديسك في جهاز تاني كأنو يو اس بي وانقل ملفاتك بشكل كامل بعد ما تعمل الفحص بالانتفيروس لتأخرت هذه الخطوات قد يكون الموضوع صعب الهجم الثاني هجم السرقة البيانات وضفيتها تسرق كلمة السر حساباتك ملفاتك وممكن غيرها وهنا لازم توصل الإنترنت فورا وتبدأ في خطوات الاستجاب السريعة تجعنا لموضوع عرفت مباشرة أنه الهجوم الذي عندي من النوع الثاني ألا وهو سرقت البيانات فشو عملت وصلت الانترنت من اللابتوب من تلفوني قيرت كلمة السر لكل حساباتي فعالت two-factor authentication للحسابات اللي ما كان نفعل عليها عملت تسجيل خروج من كل الأجزاء رجعت على اللابتوب بحصت كل الـ processes ولقيت بروسس مشبوهة حدفتها شغلت الـ full scan من خلال انتفيروس فعالت كل خصاص الحماية حماية منفات حماية من الشبكة إلى آخره وعصت السهلاكة CPU ورام إذا كان طبيعي أو غير طبيعي لكن الفيروس كان عذكى فين عامل نسخة خاملة خبية ولما شبقت الانترنت عشان أتأكد الفيروس الجاي اشتغل الحمد لله الانتفيروس أوقف الهجوم وحذف الفيروس كانت الهجمة تستهدف تغرب في متصفح كرام إذا بتحب اكتب لي في الكومنتات وبشوحك بالتفصيل عن هذه الثبع ونحذف الفيروس من عندي ولكن للأسف بهاي اللحظات استطاع الهكر يسرط حسابي لندن قبل ما أغيري الباسورد تبع وأنا عرفتي بشكل سريع أنه تم اختلاقي من خلال الإيميل لأنه نفعل الإيميلات المهمة من لندن أنها توصل على إيميل الشخصي فأول مرة بوصلني إيميل من لندن بأنه اسمي أصبح إيميل النصر بدل أسامة وتغير اسم مظيفتي من هون لهون الهكر غير اسمي وصورتي حذف البوستات والثبرات حاولت أرجع الحساب من خلال الإيميل بس اكتشفت أن الهكر رافع إثبات هوية مزيفة الحل الوحيد كان تواصل مع دعم لندن مباشرة رسلت لهم إثباتات الملكية الإيميل المرتبط آخر النشاطات آخر الرسائل أجهزة اللي دخلت منها موقع الجغرافي وجميع الإثباتات لندن علق الحساب مؤقتا لحد ما يحققه في الأمر وبعد يوم ونص كانوا كثير كثير طوال رجع لندن الإخساب إلي وعطوني إعادة تعيين كلمة السر استرجعت كل شيء باستثناء البوستات اللي حذفها الهكة إيش نستفيد من قصتي في البداية حدد نوع الهجمة هجمة الفدية أو صدقة البيانات هجمة الفدية افصل الانترنت واطفل جهاز واسحب الملفات من جهاز آخر إذا كانت الهجمة من نوع صدقة البيانات افصل الانترنت وابدأ في التأمين أو لويات الاستعادة أقير كلمات السر أطورا خصوصا الإيميل لا تستخدم نفس الباسورد لكل الحسابات فعل التو فاكتور أثنتيكيشن أمل تسجيل خروج من جميع الأجهزة فعل الإيميلات المهمة ابدأ في فحص الجهاز افحص العمليات والاتصالات ببروستيز والكنيكشنز وانتحر أعطي لك كيف تفحصهم بالتفصيل اكتبي في الكومنتات راقب استهلاك السيديو وراء خصوصا لم يكون ما فيش يشغل على الجهاز هل هو طبيع أو غير طبيعي إذا الشكل استمر لا تخاطر عمل فرمات للجهاز وبياناتك أهم تواصل مع الدعم الفني اللي لزم الأمر هذا كان أول فيديو من سلسلة الحماية في القناة أحفظ عندك في البلايلست وشاركه مع أهلك وأصدقائك لأنه ممكن ينقذهم يوم من الأيام إذا حاب الفيديو الجاي يكون عن كيف تتجنب مش طرف من الأساس جملي في الكومنتات أنا أسامة النصر مهندس كهرباء مختص في مجال الفوي عدفي أنشر الألوم التقنية ألوم الفوي في اللغة العربية وصوصا أن المحتوى العرب المرئي في هذا المجال قليل جدا لكن تشايف هذا المحتوى مفيد شاركه مع أصدقائك لا تنسى الاشتراك وضغط لايك تابعكم الجديد في نهاية وقتك ثمين تذكر تضيف في شيء مفيد وما نسدعي لأخوة المسابقين في كل مكان في فيليو عملته عن طريقة ربح الواتساب والتقنية اللي بيستخدمها هواتساب وحشوفه وحشوفه قناة والسلام عليكم